قال شاب في يوم من الأيام حدث خلاف بيني وبين والدي واحتد النقاش حتى ارتفعت الأصوات فذهبت إلى سريري وضعت رأسي على الوسادة كعادتي كلما أثقلتني الهموم وفي اليوم التالي خرجت إلى العمل فأخرجت هاتفي وكتبت رسالة أداعب بها قلب والدي الحنون وقلت له فيها سمعت أن باطن قدم الإنسان ألين وأنعم من ظاهرها فهل تأذنون لي بأن أتأكد من صحة هذه المقولة بشفتي فلما دخلت البيت وجدت أبي ينتظرني ودموعه على خديه قائلا لي لا لن أسمح لك بتقبيل قدمي وأما المقولة فصحيحة وقد تأكدت من ذلك بنفسي عندما كنت أقبل قدميك ظاهرا وباطنا لما كنت صغيرا فقال شاب ففاضت عيناي بالدموع سيرحلون يوما فتقربوا منهم وبروهم قبل أن تفقدوهم وإن كانوا قد رحلوا فترحموا عليهم وادعوا لهم رحمك الله يا أبي الحم شكرا للمشاهدة